نرجع للنقطة سريعاً بتاعت الجماهير والنستالجة مع كابتن حشيش طبعاً الجمهور النادي الأهلي شايفينه هو بيقول الجمهور النادي الأهلي والسويس يعني ما تلايش على النادي الأهلي في أي مكان سواء داخل مصر أو خارج مصر نحن شفنا أي حتة يعني الشهر اللي فده نهواند كان فرق النادي الأهلي كلها في الدول العربية في حد في الكويت وفي حد في السعودية وفي حد في الإمارات شفنا المدرجات كلها مليانة سعونسلة طائرة قدم جمهور النادي الأهلي كبير وفي كل مكان إن شاء الله بس النهاردة طبعاً الناس هتروح حتى لو مش عدد كويس 3000 حتى لو مش من أهل السويس هتلاقي ناس من القاهرة راحة طبعاً تشجع وتتفرج هي الفكرة بس افتحوا الأبواب يا جماعة للناس جمهور النادي الأهلي كبير عنصر من عناصر قوة النادي الأهلي إزاي النادي الأهلي يعني يعني بيكلموا بعض الأحيان عن بعض المشاكل إشمعنا فلان الفلاني ما بيلعبش على أرضه إشمعنا النادي ده ما بيلعبش على أرضه طب ما هو النادي الأهلي يا جماعة الأهم من الملعب جمهور بيلعب من غير جمهوره لأن الفرق الثانية كلها يعني مع احترام الكامل لها بس يعني جمهورها مش بحجم جمهور النادي الأهلي ومش بتأثير جمهور النادي الأهلي على النادي الأهلي فهو النادي الأهلي برضو يعتبر النادي الوحيد المحروم من جمهوره جمهوره كبير لأن جمهور ٢٠٠٠٠٠ ده بالنسبة النادي الأهلي ده مش جمهور ده كده يعني ده مثلا خمسة أعضاء النادي مثلا لحاجة يعني طبعا يعني زي بقل لك والله إحنا كنا زمان واحدة بنلعب في أستاذ القاهرة كنا أول ما بننزل على قط اللبس بنبص كده من ورسة تير على المدرجات لو لقينا مثلا ٤٠٠٠٠٠ ألف بنقول النهاردة قليل يا جماعة النهاردة في الجمهور في حاجة النهاردة في مناسبة تانية فعلا دي حقيقة يعني متعودين تخالي استاذ القاهرة اللي شوفي بياخد كم ألف متعودين على طول اللي يبقى موجود بس يا كابتل حشيش هنرجع نقول تاني إحنا مش فريق أو نادي وجماهير هي عيلة الأهلي صحيح عيلة الأهلي شوف حضراتكو هاشتراج عيلة الأهلي ده عليه كم مليون عالي